اشتركوا في القناة تذكروا لما ذكرنا هذا كل الناس وإن منكم اللواردها طيب ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذن إذن فعلا الثانية هاي أي يوم بالبعث هاي عم بقول ثم لتسألن يومئذن يومئذن وينت لما بتعينوها لما بتعينوها ثم لتسألن يومئذن عن النعيم قبل ما نقول النعيم نيجي للجحيم الجحيم إذا بتلاحظوا هي من جحمة لما بدك تفتحها في القاموس لكن لو بدك تيجي تفتح على جهنم مثلا جهنم ما فيش في اللغة العربية ثلاثي إلو علاقة بجهنم فهي الجهنم إيش يعني اسم منين ماخدينو نحن بس الجحيم إلو ثلاثي من جحمة جحيم واللي فيه معنى إيش فيه معنى فيه معنى شدة الحرارة وشدة التوقد الجحيم لذلك هم شو قالوا قوم إبراهيم عليه السلام لما ألقوا القبض عليه شو قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم إذن الجحيم مستخدمة مستخدمة الجحيم على أساس أنها إيش المكان شديد الحرارة والتوقد فيه إيش شديد شدة حرارة وشدة التوقد وشدة توهج بسموه جحيم جحيم غير لما تقول لي جهنم للجهنم إسم جهنم إسم وجهنم يبدو مأخوذه من لغات ثانية داخلية في العربية وصارت عربية أ ملهاش ثلاثي ملهاش ثلاثي أو يعني تشتق بينه نحكي لنا جحيم إيش من جحمة وسعير ترجع له سعرة مش هيك سعير سعرة فإذن إذن إذن هذه صفة الجحيم مش بس اسم مش بس اسم يعني جهنم اسم بس الجحيم اسم مصفة اسم مصفة يعني هي شديدة التوقد شديدة الحرارة هو نتكلم فنزل وتصليات الجحيم تصليات الجحيم يعني حرارة شديدة حرارة شديدة انتبهنا حتى نفرق أحيانا ثم لتسألن يومئذ عنن اشتركوا في القناة